بسم الله نبدأ دائما وأبدا وبحمد الله ننتهي إن شاء الله أبنائي وبناتي الطلبة في كل مكان أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية موعدنا اليوم مع مراجعة نهائية لمادة اللغة العربية تعالوا نشوف مع بعض الاختبار الأول في هذه المراجعة أولا القراءة من موضوع عالم من زهب اقرأ ثم اختر الإجابة الصحيحة لم يهتم العالم المصري المولد والنشأة مصطفى السيد بجمال الزهب والفضة ورونقهما كما لم تفتح شهيته قيمتهما العالية للكنز والحيازة ولكن الخصائص الطبيعية والكيميائية لأصغر دقائقهما هي التي أثارت فضوله بحثا واستقصاء ودراسة في إطار ما يطلق عليها النانو تكنولوجي والعكوف على التطبيقات الواعدة في عدة مجالات ومنها الطب سؤال رقم ألف المراد برونقهما بريقهما سعرهما شكلهما وزنهما طبعا رونقهما المقصود بها في هذه الفقرة بريقهما طيب مفرد كلمة الخصائص الخاصة الخصيصة الخوصة الخصاء طبعا الخصائص مفردها أيوة حسنتم الخصيصة سؤال رقم به ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة كانت الخصائص الطبيعية للزهب والفضة هي ما شغل بال الدكتور مصطفى السيد طبعا الإجابة أحسنتم صحيحة النقطة التانية النانو تكنولوجي هي دراسة علم الفلك طبعا الإجابة خطأ أحسنتم نشوف السؤال رقم جيم أذكر ما تعرفه عن النانو تكنولوجي نشوف الإجابة مع بعض النانو تكنولوجي هي التكنولوجيا متناهية الصغر التي تستفيد من الأشياء لخدمة البشرية سؤال رقم دال من قصة كفاح شعب مصر نمرة واحد دخل الجيش المصري فلسطين لتخليصها من الاحتلال الصليبي الفرنسي البريطاني الإسرائيلي طبعا الإجابة لتخليصها من الاحتلال الإسرائيلي أحسنتم نمرة اتنين قائد ثورة يوليو عام 1952 عبد الناصر السادات أحمد عرابي سعد زغلول طبعا الإجابة أحسنتم عبد الناصر نمرة تلاتة كانت حامية الفالوجة في العراق سوريا فلسطين مصر طبعا حامية الفالوجة كانت في فلسطين أحسنتم سؤال رقم ه أين تقع جزيرة شدوان ولماذا هجمت عليها إسرائيل نشوف الإجابة مع بعض تقع جزيرة شدوان عند مدخل خليج السويس وهجمت عليها إسرائيل لأنه لا يوجد بها غير مجموعة صغيرة من الجنود سؤال الثاني القراءة متحررة المحتوى اقرأ ثم أجب يقول عمر بن كلثوم لأبنائه ناصحا إياهم وامنع القريبة من ظلم الغريب فإنك تدل على قريبك ولا يحل بك ظل غريبك وإذا تنازعتم في الدماء فلا يكن حقكم للقاء فرب رجل خير من ألف وود خير من خلف وإذا حدستم فعو وإذا حدستم فأوجزوا فإن مع الإكثار يكون الإهزار وموت عاجل خير من ظن آجل وما بكيت من زمان إلا دهاني بعده زمان وربما شجاني من لم يكن أمره عناني وما عجبت من أحدوثة إلا رأيت بعدها عجوبة نشوف السؤال رقم ألف أكمل ما يلي معنى يحل وجمع الغريب معنى يحل يباح وجمع الغريب الغرباء أحسنتم سؤال رقم به ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة النقطة الأولى الموت العاجل خير من الظنى الآجل الإجابة صح أحسنتم النقطة التانية كان عمرو بن كلسوم ينصح قومه طبعا الإجابة خطأ لأنه كان ينصح أبناءه سؤال رقم جيم ما وجهة نظر عمرو بن كلسوم في الحديث نشوف الإجابة مع بعض وجهة نظر عمرو بن كلسوم في حديثه مع أبنائه لما كان بيقول وإذا حدستم فاعوا وإذا حدستم فأوجزوا فإن مع الإكثار يكون الإهزار حيث يرى نقطتين ضروريتين هما النقطة الأولى وعي الكلام ووزنه قبل النطق به النقطة التانية الإيجاز لأنه إذا كسر الكلام يكسر الخطأ ثانيا النصوص سؤال الأول من نص تبارك الله أحسان الخالقين يقول تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي زالكم الله فأنا تؤفكون سؤال رقم ألف تخير الصواب مما بين القوسين فيما يلي المراد بكلمة فالق باعث خالق قاسم قاطع طبعا فالق الحب فكلمة فالق هنا بمعنى خالق أحسنتم مفرد كلمة النوا الني النية الناي النوات طبعا نفرد كلمة النوا النوات أحسنتم سؤال رقم به أكمل بين لفظي الحي والميت نشوف الإجابة مع بعض تضاد والتضاد في أي نص يوضح المعنى ويؤكد سؤال رقم جيم ما الجمال في قوله تعالى إن الله ثالق الحب والنوا نشوف الإجابة بنقول تعبير جميل يدل على قدرة الله تعالى وهو أسلوب مؤكد بإن السؤال الثاني في النصوص من موضوع العلم واجب العلم يعفل المرأة في الأعمال من سقل المتاعب في العلم تخفيف لما يعر الحياة من النوائب سؤال رقم ألف تخير الصواب مما بين القوسين فيما يلي مراد في كلمة يعرو يسيء يفني يعكر يصيب طبعا مراد في كلمة يعرو أيوة يصيب طيب مفرد كلمة النوائب النائب النوبة النائبة 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 طبعا مفرد كلمة النوائب النائبة به ما الجمال في قول الشاعر العلم يعفل المرأة من سقل المتاعب نشوف الإجابة مع بعض تعبير جميل يصور العلم بشخص يريح الآخرين من متاعبهم سؤال رقم جيم لماذا كان التعبير لما يعرو الحياة من النوائب أجمل من لما في الحياة من النوائب نشوف الإجابة مع بعض لأنه يصور الحياة بإنسان مصاب والكوارث بالأمراض التي تصيب هذا الإنسان ثالثا النحو نشوف الفقرة اللي جاية معنا ونقراها كويس جدا علشان نعرف نجاوب على الأسئلة الواردة عليها أيها الطالب كن لمدرستك محبا لا كارها تتلقى العلم على أيدي معلمين مخلصين يبزلون الجهد من أجلك وهم سعداء تكتسب فيها صداقات جديدة فتنمو شخصيتك وتتسع مداركك ومن ثم تصبح عضوا صالحا يخدم هذا الوطن العظيم فكم من عظيم ضحى من أجل وطنه فاستحق عن جدارة أن يكون أفضل الناس عطاء سؤال ألف اعرب الكلمات الملونة عندي أربع كلمات كارها مخلصين سعداء صداقات أول كلمة كارها شوف اعربها معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة خلي بالك أبلها في أداء من أدوات العطف وهي لا محبا لا كارها كلمة مخلصين نعت مجرور وعلامة جره الياء ليه الياء؟ لأنه جمع مذكر سالم كلمة سعداء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة آخر كلمة صداقات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنى سالم سؤال رقم به على نفس الفقرة بيقول لي استخرج من الفقرة فعلا مبنيا وفعلين مجرد ومزيد تعالوا نشوف الفعل المبني فاستحق فعل مبني ليه؟ لأنه فعل ماضي تمام؟ يبقى كلمة استحق فعل مبني طب عايزين فعلين أحدهما مجرد والآخر مزيد فين بقى الفعلين المجرد والمزيد؟ نشوف مع بعض أول فعل يخدم الفعل الثاني استحق أيضا فعل مزيد جميل استخرج من الفقرة حالا جملة هو بيشترط علي حال جملة فين بقى ده موجود؟ أيوة وهم سعداء أحسنتم وهم سعداء حال جملة استخرج نعت وبين نوعه تعالوا نشوف مع بعض النعت يبزلون الجهد يبقى كلمة يبزلون الجهد نعت نوعه إيه بقى؟ جملة فعلية طيب عايزين نستخرج أيضا تمييز ونبين نوعه نشوف مع بعض التمييز عطاء أفضل الناس عطاء نوعه إيه بقى؟ تمييز ملحوظ أحسنتم آخر حاجة بقى مطلوب مننا استخراجها خبرا لفعل ناسخ يبقى علشان نطلع الخبر لازم نشوف فين الفعل الناسخ يعني كان أو إحدى أخوتها نشوف مع بعض الخبر محبا كن لمدرستك محبا يبقى هنا ده خبر لفعل ناسخ اللي هو كن أحسنتم السؤال رقم جيم اجعل المضاف في الجملة التالية توكيدا وغير ما يلزم الجملة اللي قدامنا كل المعلمين يبزلون الجهدة فين المضاف في هذه الجملة؟ كلمة كل عندما نحولها إلى توكيد هنعمل إيه بقى؟ نشوف الإجابة مع بعض ونقول المعلمون كلهم يبزلون الجهدة كلمة المعلمون غيرت فيها الياء خلتها واو ليه لأنها كانت مضاف إليه مجرور بالياء لأنها جمع مذكر سالم عندما نبدأ بها الكلام تكون مبتدأ يبقى مبتدأ مرفوع بالواو لأنها جمع مذكر سالم يبقى المعلمون كلهم يبزلون الجهدة فين التوكيد؟ كلمة كلهم أحسنتم سؤال رقم دال بيقول يحول الحال الجملة إلى نعة جملة حضر المعلم الفصل يبتسم فين الحال الجملة في هذه الجملة؟ كلمة يبتسم حال جملة فعلية كيف حضر المعلم الفصل؟ حضر يبتسم طيب لما نحولها إلى نعة جملة هنعمل إيه بقى؟ نشوف الإجابة مع بعض حضر معلم الفصل يبتسم يبتسم هتقول لي إيه دا؟ يبتسم كانت حال جملة وأصبحت نعة جملة ومغيرنش فيها حاجة التغيير حصل فين؟ في كلمة معلم حولناها من معرفة إلى نكرة ليه بقى؟ لأن المنعوت لازم يكون نكرة تمام؟ يبقى حضر معلم الفصل يبتسم سؤال رقم ها بيقول لي اجعل اسم الإشارة معربا وغير ما يلزم هذه المعلمة مخلصة في عملها اسم الإشارة فين طبعا هنا؟ كلمة هذه وإحنا عارفين أن كل أسماء الإشارة مبنية معادة هازان وهتان يبقى هنا هنحول صيغة هذه الجملة من المفرد إلى المسنة هتبقى إيه بقى؟ هاتان المعلمتان مخلصتان في عملهما تعالوا نشوف بقى مع بعض الاختبار الثاني أولا القراءة من موضوع لغة خالدة اقرأ ثم اختر الإجابة الصحيحة إن اللغة العربية هي أكثر اللغات الحية فرصة لأن تكون لغة عالمية بكل ما تعنيه الكلمة ألف المراد بكلمة الحية اليقظة القوية المحصنة المستخدمة طبعا الحية المراد بها المستخدمة مضاد كلمة أكثر أطول أقصر أقل أعلى طبعا مضاد أكثر أقل سؤال به يقول لي ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة اللغة العربية هي أكثر اللغات الحية فرصة لأن تكون لغة إقليمية طبعا الإجابة خطأ نقطة تانية اللغة العربية مدخل إلى الثقافة العربية طبعا الإجابة صح سؤال جيم لماذا تزداد الرغبة إلى تعلم اللغة العربية نشوف الإجابة مع بعض للتواصل مع أهلها والتعرف على التراث العربي والإسلامي سؤال رقم دال من قصة كيفاح شعب مصر نمرة واحد ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة نقطة الأولى دول العدوان السلاسي هي ألمانيا وانجلترا وفرنسا طبعا الإجابة خطأ لأنها كانت انجلترا وفرنسا وإسرائيل فشلت القوات البحرية المصرية في مهمة تدمير ميناء إيلات طبعا الإجابة خطأ لأنها نجحت نجاحا مزهلا نقطة الثالثة ظنت إسرائيل أنها في حصن منيع بعد إنشائها خط برليف ظنت الإجابة صح لكن طبعا ظنها لم يكن في محله النقطة الأخيرة لم تصمد القوات المصرية في جزيرة شدوان أمام هجوم العدو طبعا الإجابة خطأ لأن القوات المصرية صمدت وبقوة نشوف السؤال التاني القراءة متحررة المحتوى إنما يزيد على ثلاثة أرباع الكرة الأرضية سطحه من الماء وهي عبارة عن محيطات وبحار وقد ظل الإنسان لمدة قرون يغوص في أعماق البحار ليصطاد أشياء مثل الإسفنج واللآلئ وقد كان الغواصون الأوائل يندفعون داخل الماء وقد كتموا أنفاسهم أما اليوم فإن العلم ساعدهم على اكتشاف المزيد والمزيد من عالم ما تحت البحار العظيم على أن استكشاف قاع المحيطات ليس بالعمل السهل فمتوسط عمق المحيطات يبلغ أربعة آلاف متر تقريبا وإن المحيطات بها الكثير من المواد التي نحتاجها فهناك مستودعات هائلة من خامات المعادن كما أن هناك كتلا من الفلزات المفيدة مثل النحاس والنيكل والمنجنيز والكوبالت ترقد عند القيعان العميقة السؤال رقم ألف بيقول لي هات من الفقرة مضاد كلمة الضارة وجمع كلمة اللؤلؤ مضاد كلمة الضارة المفيدة وجمع كلمة اللؤلؤ اللآلئ به ضع علامة صح أمام الصواب وعلامة خطأ أمام الخطأ سلاسة أرباع الكرة الأرضية سطحه من الهواء طبعا الإجابة خطأ هناك مستودعات هائلة من خامات المعادن في قيعان البحار الإجابة صح السؤال رقم جيم وضح كيفية الإفادة من السروات المائية الاستفادة المسلع أشوف الإجابة مع بعض عن طريق استخدام العلم في استخراج هذه السروات واستخدامها في الصناعات المختلفة ثانيا النصوص من نص العلم واجب اقرأ ثم اختر الإجابة الصحيحة أنا لا أوفي ذكر مال العلم من غرر المناقب يا قوم إن العلم بالإجماع محمود العواقب يا قوم إن العلم ثم العلم ثم العلم واجب سؤال ألف المراد بكلمة أوفيه أعامله بوفاء أعطيه حقه كاملا أعطف عليه أحبه طبعا كلمة أوفي بمعنى أعطيه حقه كاملا به مفرد كلمة مناقب منقبة ناقب منقب نقبة طبعا مناقب مفردها منقبة جيم كيف رأى الشاعر العلم كما فهمت من الأبيات نشوف الإجابة رأى الشاعر العلم كالنور الذي يهدي الإنسان ويساعده في قضاء كل حوائجه سؤال رقم دال ما الجمال في قول الشاعر إن العلم واجب تعبير جميل يوضح أهمية العلم وقيمته وتكرار العلم تأكيد على تلك المكان سؤال الثاني من نص اللغة العربية تنعي حظها اقرأ ثم اختر الإجابة الصحيحة رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي مرادف رموني رجموني أوقعوني ضربوني اتهموني طبعا الإجابة اتهموني مفرد عداتي عادي عدائي عدوي أعدى طبعا عداتي مفردها عدوي به أيهما أجمل رجعت لنفسي أم نظرت لنفسي ولماذا الأجمل رجعت لنفسي لأنه تعبير يدل على تأمل اللغة العربية لحالها وما وصلت إليه بسبب الإهمال سؤال رقم جيم ما الجمال في قوله ناديت قومي تعبير جميل يصور اللغة العربية بإنسان ينادي قومه في حزن طالبا منهم الإجابة تعالوا نشوف ثالثا النحو نشوف الفقرة اللي معانا ولازم نقراها كويس لغتنا الجميلة هي اللغة العربية التي تمتاز بالجمال والخلود وما زالت أكثر اللغات سحراً وسر خلودها أنها لغة القرآن الكريم ولزا وجب عليك دراستها وأنت مقبل عليها وعلى الناطقين لها أن يحترموها وكم عشاق لها يحفظون ودادها سؤال رقم ألف بيقول لي أعرب الكلمات الملونة عندي ثلاث كلمات الجميلة دراستها يحترموها نشوف كلمة الجميلة ونقول أعربها نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم دراستها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم والها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه كلمة يحترموها بنقول فعل مضارع منصوب بحزف النون لأنه من الأفعال الخمسة وواوي الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل والها ضمير مبني في محل نصب مفعول به تعالوا نشوف من نفس الفقرة بيقول لي استخرج من الفقرة تمييزا وبين نوعه نشوف مع بعض التمييز سحرا يبقى كلمة سحرا تمييز نوعه ايه بقى؟ تمييز ملحوظ طيب استخرج اسما معربا واسما مبنيا الاسم المعرب ايه؟ الجميلة رائع طيب الاسم المبني نشوف مع بعض هي في حاجة تانية التي في حاجة كمان انت يبقى دايما بنقول مرارا وتكرارا لما بيقول لي استخرج اسم مبني بدور على الضمائر او الاسماء الموصولة او اسماء الاشارة تمام؟ يبقى اسما مبنيا هي والتي وانت طيب عايزين نطلع فعل مجرد وفعل مزيد الفعل المجرد واجب تمام؟ وده كمان بنلاحظ انه كمان ده فعل ايه؟ فعلا مبنيا واجب يبقى واجب فعل مجرد وفي نفس الوقت فعل مبني علشان فعل ماضي طيب الفعل المزيد ايه بقى؟ تمتاز وفي نفس الوقت ده فعل معرب لانه فعل مضارع احسن تعالوا نشوف السؤال رقم جيم بيقول لي اجعل الفعل خرج مزيدا بحرف مرة وبحرفين مرة أخرى في جملتين نشوف الإجابة الفعل خرج لما يبقى مزيد بحرف واحد هنقول اخرج المدرب اللاعبين من الملعب اخرج يبقى ده فعل مزيد بحرف واحد وهو الهمزة طيب لما يبقى مزيد بحرفين هنقول تخرج الطالب في كلية العلوم تخرج يبقى ده مزيد بحرفين التاء وتضعيف الراء سؤال رقم دال بيقول لي زن ما يلي الناطقين الجميلة دراستها هنشوف كلمة الناطقين هتبقى على وزن الفاعلين والجميلة هتبقى على وزن الفعيلة اخر كلمة دراستها هتبقى على وزن فعالتها نشوف مع بعض السؤال رقم هه بيقول لي اكشف في معجمك عن كلمة ودادها نشوف الإجابة ونقول كلمة ودادها نكشف عنها في مادة الواو والدال والدال باب الواو وفصل الدال والدال ودادا الى هنا نصل الى نهاية حصتنا اليوم اترككم في رعاية الله وامنه مع وعد بلقاء جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة